اشتركوا في القناة ولكن اكثر الناس لا يؤمنون نعم قليل جتمن في يوم القيامة من همز المسلمين واحراء الكفار لانه ينفرق في طوائف مسلمة قديما وحديثا وتمنشي سيوم البعث يسأل الله السلامة والعافية وهم انواع يمن يتمن في عذاب القبر يمن يتمن في عذاب النار الى غير ذلك ثم في بعض الايات يوم القيامة انتفى الله تبارك وتعالى يتقسام يتزج بانا لا بد ان اتوقع يوم القيامة لا بد ان اتوقع يوم القيامة اتقسام الله سبحانه وتعالى سيسم النس اتقسام الزج سلمخلوقة النس والمخلوقة النس يتزج الله تبارك وتعالى يتعطى باريس انتغاس منه الشام عظيم عند الله سبحانه وتعالى ام الآية مثلا يقال الله عز وجل الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامة اذا الله تعالى يتقسام سيخفى النس بانه لا بد اذا غيجم يوم القيامة الله سبحانه وتعالى اذا غيحفظ ثم يقسم الله سبحانه وتعالى في المخلوقة ام الزاريات والذاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات امرة انما توعدون لصادق وان الدين لواقع قلنا بان الدين ذي جن اسم ذي اسماء يوم القيامة اذا لابد ذي الواقعة والله تعالى يقسم ذي المخلوقات النس وما يقسم مثلا والطور والطور وكتاب مصطور فرق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع اذا اقسم الله تعالى في المخلوقات فينا ان لا بد ذي عذاب ربك رجئنا القبر ولا جنار ما له من دافع اغاث 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 ثورا العذاب والني ثم نقطة اني اذي اتباع النقطة وهي الساعة يوم القيامة ما سوذس ما سجج الجوال يعني قريبة يغضع عيدها الله تعالى اخبارنا في الكتاب قبر روخ اشحار 15 شعق يعني 15 شعق روخ اخبارنا ان الساعة قريبة انك شو هاتي لغا يبغان النقطة مهمة اقلع الزواج اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر من يتنزل الآية 15 شعق سجوامي انشق القمر ثمت لجل الآية لجل العلامة في علامة الساعة وثوقع اخذ السور ان شاء الله بعدين فثوقع جلعات النبي صلى الله و سلم زرية المشركين كعاد النبي صلى الله ستة وينس وثورين القمر لنقسم اثنين اثنين مرسوف جال ست جاد الحراء وظن لنقسم مع ذلك امنا شيء ادي السفاصيل ان شاء الله عالمي غنقرض وعالمة الساعية اذن الله تعالى اتخبرنا للآية ان الساعة قريبة والقشة ثم قال الله سبحانه وتعالى اتى امر الله فلا تستعجله ماذا يوم القيام اقار رد فالله تعالى اتصوار انا غلما انظرني بانه يقع اتى امر الله اتسع الماض ولكن ذا يفيد يعني التحقيق انه يقع ثم يعني اه صورة قاس مين ليس تقول انك سزاف يعني السوارخ يوم القيامة اتى امر الله ولكن فعل مال مش عاد ودي لان الله تعالى يتصوار لان الامر قريب بسوال اللي يستعمل ذا فعل ماض في الحقيقة عليك شنين البشر انتيق قلب سلق بالنظر واضح انتوار مليح سلعق لنظر انتشك مليح بان الامر لابد اليوقع وهو يوم القيامة اتى في الحقيقة يعني ان يعيش الهول ان يعيش دائما يعني الخوف دائما انتاجه لان هالي لابد اليوقع لكن سبحان الله رغم الاية كورش ينتسر رغم من ذلك خاطب الله عز وجل من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك اقنق الغفلة يولا اقنق الغفلة نسأل الله السلامة والعافية رغم ان الساعة قريبة الخطر انتوارث مع ذلك الغفلة الغفلة امك ان الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتهم من ذكر لا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم لذلك لذلك الله سبحانه و تعالى غذا غياح اذا غفق ادنفق ذي الغفلة ادنفق ذي انسحار كورا و الناين انسحن بإن يوم القيام غفظ حظ بإنه لا بد اذين ثم الله عز وجل يوم القيام اثمت بالغد مني الغد هما اخيبيا هما اتفقد بإنه فيو الشاش كاتمثل اذ مر إنه فيو الشاش دي و الشاعة تطفع من غد تجير ثم بعد وخاك يتخيص اتسل تلقرب ثم اتخذرهم اتعزو باسبور اتعزو بارك وغض اتعزو الكورشي اتحمل الزاد لذلك الآية اللي خميل غدي تخبر الله عز وجل ما فيو الشاش توقع اقاره كازجظ سطلب كازجظ سفران كازجظ ساق لأن يوم القيامة قارب لوقع إذن ميجز زاد مش ينفع الفلوس مش ينفع تطفور مش ينفع المكلة من ينفع وإنما الزاد الآخرة هي التقوى فرحل من الدنيا بزاد من التقى فلا عمرك أيام وهن قلائل إذن يقلع عز وجل والتنظر نفس زيد ما قدمت لغد وبالأسلوب من القرآني بالأسلوب إذ كذلع عز وجل ترجمة نانسي قنقر